السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد وتحية طيبة لكل متابعي قناة بصمة التعليمية من حول العالم وتحية أجمل لكل أصحاب البصمة اللي استخدموا هذا الشهر الفضيل من أجل مساعدة الخير من أجل تقديم الإحسان إلى الغير من أجل تقديم خدمات إلى الغير واجه لهم تحية خاصة عادة قناة بصمة التعليمية في شهر رمضان ما نعمل فيديوهات جديدة ما في محتوى حتى في السوشال ميديا يكون مختفي عادة ولكن هذا الموضوع اللي هأعمل لكم فيديو اليوم عنه موضوع مهم جدا صراحة أحسست أني سأكون أخطأت في حقكم إذا أعلنت عن هذا الفيديو أو هذه المنحة بعد رمضان لأنه سيكون عندكم وقت قصير فقط للتقديم عليه ويواحد بصراحة من أفضل المنحة الدراسية اللي موجودة حاليا هذه المنحة حقا تشملت خصوصات مثل الطب نعم لا يوجد منح كاملة في الطب صراحة كثيرة على الكل الأرضية فهذه المنحة هي واحدة من المنحة التي توفق منحة دراسية كاملة حتى في تخصص الطب فإن شاء الله تعالى سنتحدث عنها اليوم وخلونا نبدأ مباشرة أخذكم لشاشة الكمبيوتر وسأشرح لكم بالتفصيل اليوم إن شاء الله عن هذه المنحة هذه المنحة هي المنحة المقدمة من وزارة التعليم الياباني هي منحة دراسية كاملة تشمل رسوم الدراسة والسكن وأيضا المعيشة وأيضا حتى يوفر لك قيمة تذكرة السفر كل الروابط هتكلم عليها اليوم إن شاء الله هتلاقوها أسفل هذا الفيديو على اليوتيوب فإذا كنت شاهد هذا الفيديو من حسابنا في الفيسبوك أو تويتر وغيرها إذا حاب الروابط تعالي القناة على اليوتيوب وحتلاقي الفيديو وحتلاقي كافة الروابط أول ملف هتكلم عنه هو الملف الكامل الرسمي الخاص بالمنحة وفي كل التفاصيل كما تشاهدوا هذا الملف ولكن قبل ما أقفز الملف خلينا نتكلم عن الموضوع الأول والأساسي لخلاني أعمل هذا الفيديو حاليا وليس بعض رمضان ألا وهو مواعيد انتهاء التقديم على هذه المنحة هذه المنحة مواعد التقديم تختلف من دولة إلى أخرى هذه المنحة متاحة لكل الجنسيات اليابان عندهم علاقة دبلوماسية معهم فالمطلوب منك هو الدخول على موقع سفارة اليابان في بلدك ومن ثم معرفة تاريخ انتهاء التقديم هعطيكم بعض النماذج أولا هذا الموقع الرسمي اللي يوجد فيه كافة سفارات اليابان من حول العالم إذا دولتك موجودة هنا وموجود سفارة اليابان في دولتك فبالتالي أنت تستطيع التقديم على هذه المنحة كل ما عليك فعله أنك تجي تشوف سفارة اليابان في بلدك وبالذلك تذهب لموقع سفارة اليابان في بلدك وتبحث عن تاريخ الانتهاء على التقديم على هذه المنحة أعطيكم بعض النماذج خلونا أبدأ أول شيء بدولة ميلادي السعودية ففي السعودية طبعاً يوجد سفارة يابانية تأتوا هنا للأسفل تشوف خبر إعلان المنحة تضغط عليه تذهب للصفحة الخاصة بالتقديم ستجد التواريخ هنا التقديم يبدأ يوم 27 أبريل وينتهي يوم 31 ميلي 31 خمسة بالأفرنجي الشهر القادم فهذا تاريخ الانتهاء فيما يخص موضوع التقديم وفي تواريخ أخرى خاصة بمواعيد أخرى ولكن هذا الموعد الأساسي لازم تضعه في بالك الآن طيب نأخذ مثال آخر نأخذ مصر كثير من أصدقاء القناة صراحة بمصر فوضعتها كمثال آخر أيضاً تذهب للسفارة اليابانية في مصر تأتوا للإعلان ستجدوا الإعلان هنا تجدوا الإعلان فيما يخص طلاب الدراسات العليا وما يخص طلاب البكاليوس خلين نروح للبكاليوس تجدوا تشوف المواعد هنا مصر شوفوا 23 مايو 2021 فحتى مصر التقديم على هذه المنحة مع أن نفس المنحة لمصر ينتهي قبل الطلبة اللي يقدموا من السعودية الآن التقديم يكون من سفارة بلدك في بلدك هذا نظام هذه المنحة لا تستطيع تقدم على تستطيع ولكن لن يقبلوك لا تستطيع تقدم مثلاً إذا أنت مثلاً مصري مقيم في السعودية لا تذهب للسفارة اليابانية في السعودية وتقدم مكتوب بشكل واضح في موقع السفارة اليابانية في السعودية أن التقديم خاص بالمواطنين السعودين ونفس الأمر سيكون للجنسيات الأخرى بعض الجنسيات اللي مثلاً فيها بلد أو بلد والوضع غير مستقر يوجد بعض الاستثناءات لهم مثلا لو روحنا لموقع السفارة اليابانية في السعودية سنجد عندهم تعليمات خاصة بالجنسية اليمنية وجدت هنا خلينا بس أنا أمكن عديتها يمن هي موجودة شايفين فاتمنى من الإخوة والأخوات من اليمن أن يقروا هذه التعليمات ويعرفوا طريقة وآلية التقديم الخاصة بهم نأخذ مثال ثالث بلدي تشات وهذا المثال ممتاز جدا لأنه بعضكم ممكن سيواجه نفس المشكلة الآن لو تذهب لموقع السفارة اليابانية في تشات لن تجد تفاصيل خاصة بهذه المنحة بمعنى لن تجد تاريخ الانتهاء لن تجد الإعلان طب ماذا تفعل؟ تتواصل مع السفارة لأنه الطريقة الوحيدة أكرر الطريقة الوحيدة للتقديم على هذه المنحة هي عن طريق سفارة اليابان في بلدك لا وجد طريقة أخرى فإذا موجود أنت الآن في جميعنا موجود في البشر في أي مكان آخر كل ما عليك فعله تتواصل مع السفارة اليابانية تمام؟ سواء بالهاتف أو بالفاكس مفروض في إيميل هنا ولكن لا أرى حاليا ولكن إذا قلبت في الموقع ستجد الإيميل تواصل معهم واسألهم عن تاريخ الانتهاء والتفاصيل من المهم جدا أن تفعل ذلك وهذا أمر ممكن تفعله جميعا أن تدخلوا على هذا الموقع وبعد ذلك تقوم بماذا؟ تقوم بالدخول على سفارة اليابان في بلدك ومعرفة تاريخ الانتهاء هذه أول نقطة الثانية نخلونا نخلق الآن في تفاصيل المنحة وما يطلبه من شروط وما يوفره من مميزات ودعونا نبدأ أولا بمنحة الخاصة بطلاب الدراسات العليا الآن زي ما تشاهدوا هنا طالبين فيما يخص العمر لازم يكون طالب عمره تحت 35 سنة وبعد ذلك لا يوجد اشتراطات لمعدل معين فقط طالبين يكون عنده شهادة فيما يخص التخصص المقدم عليه مثلا يدرس هندسة لازم يكون عنده بكاليوس هندسة يدرس ماجستير هندسة يدرس دكتوراه هندسة لازم يكون عنده بكاليوس وماجستير هندسة لذلك أدعو الجميع سواء كان معدلك عالي معدلك منخفض أن تقدمني نطبق عليك شرط العمر قدم لا تفكر لا تقول مثلا فيه مواد راسب فيها سابقا هل يقبلوني معدلي كذا هل يقدم مباشرة وتوكل على الله طيب ماذا يوفروا لك يوفروا لك راتب شهري يبلغ 1343 ألف ين تقريبا أكثر من 1200 أو 1300 دولار ممكن تستخدموا أي برنامج تحويل عملة وذاكرين هنا طبعا المبلغ لطلاب الماجستير هذا هو والمبلغ لطلابة الدكتوراه فبالتالي الراتب الذي يوفره تراتب يعني ممتاز بصراحة يعني وليس أمر سيء بصراحة بالعكس يعني يعتبر راتب بمعنى راتب هنا أيضا ذاكرين فيما يخص لغة الدراسة طبعا الدراسة تكون باللغة اليابانية بعض المهات ستكون متوفرة باللغة الإنجليزية ولكن هناك سنة تحضيرية إجبارية خاصة باللغة اليابانية لازم تدخلها إلا في حالة عندك شهادة تثبت أنك تجيد اللغة اليابانية ننظر بعد ذلك لطلبة البكالريوس الأندر جراد ويتس هنا العمر مطالبين أن يكون ما بين 17 سنة إلى 24 سنة وهنا ذاكرين كافة التخصصات اللي متوفرة فيها المنحة طبعا لنا مر على هذه التخصصات واحدة واحدة لكن تقريبا أغلب التخصصات حتى الطب هنا شافين تحت طب الأسنان حتى وطب العام طب البشري فهذا شي صراحة ممتاز جدا نفس الحكاية طالبين يكون عندك شهادة الثانوية العامة أن تكون أكملتها أو ما يعادلها بمعنى اللي عنده شهادة الثانوية اللي هي النظام الجي اي دي الأمريكي أو أخذ شهادة الثانوية التعليم كبار أو أي شهادة أخرى تعادل شهادة الثانوية هنا ذاكرين لك بشكل واضح أن تستطيع استخدامها والتقديم والراتب اللي يعطوك هو شهريا 117 ألف ين هذه تقريبا ألف وخمسين دولار تقريبا أمريكي حسب سعر الصرف العملة وذاكرين أيضا يوفر لك تذكرة السفر وذاكرين أيضا أنه طبعا تكون معفي من الرسوم وذاكرين أنه المنحة تشمل في كامل فترة الدراسة زي ما شايفين هنا فبالتالي إذا دراست خمس سنوات أو سبع سنوات سيتكفلوا بها لكافة الفترة هذا هو الملف طبعا اللي جالس أشرح منه وهذا الملف طبعا فيه منح أخرى غير منحة وزارة التعليم الياباني حاطر لكم الرابط أسفل الفيديو ممكن تطلعوا عليه عشان تعرفوا كافة المنح الموجودة في اليابان والآن نأخذكم إلى الاستمارة الخاصة بالتقديم وخلونا نبدأ ببرنامج المنحة الخاصة بالبكريليوس هذه هي الاستمارة سيما تشوفوا هنا أيضا رابطها موجود أسفل الفيديو في ملف آخر يوجد فيه كافة تفاصيل الاستمارة والأوراق المطلوبة وغيرها هنا مثلا ستجدوا معلومات عن التخصصات المتوفرة بكافة أنواع هنا ستجدوا أمور لازم عليك تحضرها فيما يخص الجامعة طبعا باختصارهم يقولوا لك أنه أنت لا تختار الجامعة نحن سنختار لك ونحن سنسجلك في هذه الجامعة والقرار قرار نهائي إلى آخره وإذن يشرح بعض الأمور لا على علاقة بآلية التقديم حيث ما سيتم هو كالتالي أنه ستقدم للسفارة اليابانية في بلدك وبعد ذلك السفارة اليابانية في بلدك ستدعوك هناك اختبارات وهناك مقابلة شخصية هذه الاختبارات لا علاقة بالتخصص الذي أنت مقدم عليه يريدوا يعرفوا مستوىك المختصص الذي أنت مقدم عليه واختبارات لا علاقة باللغة يتقول لما نعرف ياباني أو نجليزي سيختبروك ليتأكدوا من ذلك وبعد ذلك يقرروا من المؤهل للتقديم على هذه المنحة عدد المقاعد المتوفرة ما في رقم واحد يختلف من سفارة لسفارة الحكومة وزعت على السفارات المختلفة ومقاعد معينة وبالتالي يبنان على ذلك هم سيحددوا العدد يروا مناسب ويختاروا هؤلاء ولكن أهم حاجة هنا أريد يعني أريكم هي بشكل سريح هي الأوراق المطلوبة هنا في آخر ليس في الآخر ولكن في الصفحة السابعة ستجدوا قائمة بالأوراق المطلوبة استمارة التقديم التي سنناقشها اليوم تمام؟ وبعد ذلك الشهادة شهادة الثانوية مثلاً إذا كنت طالب بكريليوس هذا طبعاً رقم الثاني هذا يتركوها نذهب لقم ثلاثة وأربعة شهادة الثانوية وفي بعض الدول يعطوك شهادة عند نهاية الثانوية يعطوك ورقة أخرى عبارة عن كشف الدرجات في دول أخرى هي نفسها الشهادة وكشف الدرجات هي نفسها فبالتالي إذا هي نفسها تقدمها هي فقط بعد ذلك طالبين خطاب توصية هذا الخطاب طبعاً طالبين من شخص درسك أو مدير المدرسة اللي درست فيها وكادبين بشكل واضح لا يوجد صيغة معينة وهذا أمر يكرره كثيراً لا يوجد صيغة معينة هم طبعاً في ملاحظة رقم الثانية يعطوك نموذج لمن يبحث عن النموذج ولكن لا يوجد نموذج هم شي تكتبها باللغة الإنجليزية أو ممكن إذا الشخص كتبها بالعربية تأخذ إليها مركز ترجمة وتقوم بماذا بترجمتها حاول تكتب في هذا الخطاب اسم الشخص الذي أوصى بك تحت تكتب اسمه يكتب الهاتف والإيميل ويوقع إذا حبت السفارة تتواصل مع هذا الشخص أو حب معلومات سيكون هناك فيه إمكانية للحصول على معلومات من هذا الشخص بعد ذلك في رقم ستة شهادة الملاءمة الطبية أو أنك جسدياً وذهنياً قادر على إكمال الدراسة طبعاً حالياً بسبب كوفيد في مواقع الكثير من السفارات اليابانية كتبه بشكل واضح أنه لا يوجد داعي تذهب لطبيب فأعطوه مثل هذه الاستمارة طبعاً هي استمارة بسيطة جداً تملأها وتقيم نفسك طبياً وتقول يعني كيف صحتك وأمور مثل هذه فتملأها لهم وتوقع عليها عن صفحة واحدة وتضيفها مع الأوراق المطلوبة وبعد ذلك إذا عندك شهادة لغة إنجليزية أو يابانية ترفقها مع الأوراق الآن كل الأوراق تعملها في سكان في ملاف بي دي أف واحد وبعد ذلك ترسلوا بالإيميل للسفارة اليابان في بلدك كل موقع سفارة كل المواقع التي تحدثنا عنها اليوم للسفارات المختلفة مثلاً هذا السفارة اليابانية في القاهرة ستجدوا الإيميل الخاص بالبرنامج شايفين هنا هنا مثلاً هذا السفارة اليابانية في السعودية تجد هنا أيضاً شايفين الإيميل الخاص بالتواصل ورسال الأوراق شوفك عدد بشكل واضح نقبل التقديم فقط عن طريق الإيميل فهذه الطريقة اللي يتم التقديم بها طيب الآن ننتقل لاستمارة التقديم نفسها سنمر عليها بشكل سريع للأخوة والأخوات اللي احتاجوا مساعدة في ذلك هذه الاستمارة لمرحلة البكريوس هنا تكتب اسمك طبعاً اللقب الأسرة واسمك الأول وبعد ذلك اسم الوالد أو الاسم اللي في المنتصف هنا تختار ميل لذكر وفيه ميل لأنثى هنا تختار سنجل فيما يخص الأعزب أو الغير المتزوج ومرد للمتزوج بعد ذلك ننتقل للأسفل هنا ناشناليتي تكتب جنسية تكونها في هذه الخانة بعد ذلك هل عندك جنسية بانية إذا لا تختار هذه نو إذا نعم تختار هنا وتكتب تاريخ من متى تكتب تاريخ انتهاء جنسيتك اليابانية هنا إذا كان عندك جنسية يابانية هنا تاريخ الميلاد السنة والشهر واليوم وبعد ذلك عمرك تكتب هنا طبعاً ابتداءاً مخلينا السنة تبدأ في 1 أبريل يعني يوم 1 أبريل كم كان عمرك تكتب هنا في هذا المربع بعد ذلك كنا نأتي لي العنوان تكتب عنوانك البريدي هنا البلد إذا كنت مقيم في اليابان ما هو نوع إقامتك في اليابان إذا لست مقيم ممكن تكتب هنا ولا تكتب نو ولا تكتب نا أو تحط شرطة كله يعني خيار متاح لك تكتب هنا عنوانك قبل أن غادرت إلى اليابان هل ستنتقل بمعنى من بيتك إلى بيت آخر إذا لا تكتب هنا إنه عنواني هو نفسه عنواني إن شاء الله إلى أن أصل عندكم في اليابان بعد ذلك هنا تكتب السفارة اليابانية التي حتى تقدم لها طبعا الاستمارة تسمح لك بالكتابة ممكن تكتب بها بالكيبورد فمثلا إذا كنت في مصر تكتب يعني Japanese embassy in Egypt هكذا يعني هنا تكتب حاتفك وإيميلك تأكدوا جدا أنها مكتوبة بشكل واضح لأنه هي الطريقة التي سيتواصل معك فيها وهنا وضعك الحالي هل أنت طالب؟ تؤشر هنا وتكتب اسم المدرسة هل أنت موظف؟ تؤشر هنا وتكتب اسم جهة العمل لنفرض أنك لست طالب ولست موظف هنا تختار هذا وتكتب ما هو وضعك الحالي هل أنت مثلا unemployed يعني بدون عمل وتبحث عن عمل هل عندك وضع آخر معين أنت في جازة طبية أنت مثلا ربك منزل أنت مثلا أب متفلق وتربط أطفاله حاليا مهما كان وضعك تكتبه هنا بعد ذلك التخصص الذي درسته في الثانوية هل أنت ثانوية علمي هل أنت مثلا ثانوية علمي رغضيات هل أنت مثلا ثانوية أدبي هل أنت ثانوية شرعي إلى آخره تكتبها هنا هنا معطي أنك بعض التعليمات في هذه الفقرات هذه بعض التعليمات فيما يخص ما ستملأه هنا وأحشرح لكم إليه إن شاء الله الآن هنا تسجل تاريخ كالدراسي تبدأ من الابتدائي ثم المتوسطة والثانوية فهنا تسجل المدرسة التي درستها في المرحلة الابتدائية الولايات التي فيها المدرسة المدينة وبعد ذلك من إلى متى بدأت الدراسة فيها السنة والشهر ومتى أنهيت التحاقب بهذه المدرسة السنة أيضا والشهر تمام؟ وهو تكتب عدد سنوات الدراسة في هذه المدرسة مثلا إذا خذت مدرسة الدراية درست فيها ستة سنوات الرقم اللي تكتب هنا طبعا هيكون ستة تمام؟ بعد ذلك status وضعك في هذه المدرسة ممكن تكتب معنى تخرجت أو يعني إذا تريد تكتب هنا بعد ذلك أي ملاحظات أي ملاحظات حابة أن تكتبها إذا ما عندك ملاحظات ممكن فقط تضع شرطة أو شيء مثل هذا القبيل بعد ذلك هنا المدرسة المتوسطة نفس الأمر بعد ذلك المدرسة الثانوية أيضا نفس الأمر زي ما ذكرنا سابقا بعد ذلك إذا أخذت أي دبلومات بعد الثانوية أو تدريب أو كاليج أو شيء ممكن تسجله هنا على ذلك ممكن فقط تضع شرطة شرطة أو تتركها فارغة هنا يعني هالي المساحة إذا عندك أي إضافات غير التي مذكورة غير التي ذكرتها في الأعلى أي شيء تريد تضيفه عن دراستك يعني تكتبه هنا إذا لا وجه شيء تضيفه تتركها فارغة بعد ذلك نأتي لهذه الأسئلة وتجاب عليها بنعم أو لا هنا يسألوك هل حصلت على هذه المنحة نفسها سابقا إذا لا تختار نو بعد ذلك هل أنت مقدم على منحة أخرى يابانية غير هذه اختار نو طبعا تأكد أنك لا تقدم على أكثر من منحة في نفس الوقت خاصة بالحكومة اليابانية هنا يسألوك هل ستحصل على أي منها يعني قدمت قبل هذه وحصلت عليها وسأتأتيك طبعا تختار نعم أو لا حريصين اليابانيين ما يريدون تأخذ أكثر من منحة منهم بعد ذلك يسألوك إذا أنت ستستقبل أي منحة أخرى أعطينا تفاصيل تكتبها لهم هنا بعد ذلك يسألوك على مجال الدراسة الذي تريده هل تريد المجال العلوم الاجتماعية والإنسانية ولا تريد العلوم الطبيعية اللي يريد مثلا زي طب هندسة يختار علوم طبيعية اللي يريد زي إدارة إلى آخر يختار العلوم ماذا الإنسانية والاجتماعية هنا يسألوك عن الاختيارات وهذه يركزوا معايها فيها تمام الاختيارات عن ماذا تريد أن تدرس في من خلال هذه المنحة خلينا نروح للملف اللي شرحت لكم سابقا هذا الملف ألا عفو مش هذا هنا نطلع إلى الآلة الآن هذه التخصصات اللي متوفرة فيها المنحة لنفرض أنه شخص يريد يدرس قانون يريد يدرس قانون في الاستمارة هنا الاستمارة هذه الاستمارة يريد يدرس قانون كاختيار أول هنا يريد من الخيارات A و B و C القانون أين هو هو هنا فهو Social Sciences and Humanities A تمام فيأتي هنا يأتي هنا هو مثلا أصلا يدرس اختار Social Sciences and Humanities بعدين يجي هنا يشي يعمل يكتب A تمام الآن لو رقم واحد يشي يكتب واحد وممكن للتأكيد يحط شرطة يكتب لو سامحونا على الخط طبعا نقعد أكتب بالماوس تمام عشان تضمنوا أنه واضح لهم يعني فهذا الخيار الذي تختاره وهنا تكتب اسم التخصص كامل لذلك ما عليش هذه ما لا داعي تأتي هنا وتكتب ماذا log تمام ممتاز نفس الأمر الخيار الثاني والثالث لازم تعطيهم ثلاث خيارات بعد ذلك نأتي هنا يسألك هنا يسألك عن لماذا اخترت هذه التخصص أنت مثلا الخيار الأول كان قانون الثاني مثلا وضعته ب 2 الثاني كان إدارة أعمال مثلا فهنا يسألك لماذا اخترت هذه الخيارات يعني هنا لماذا مثلا قانون تكتب لأنه مثلا حاب يكون محامي وهذا مجال يعني حاب يدافع عن حقوق الإنسان إلى آخره خيار الثاني مثلا تكتب أسبابك يعني للخيارات الثلاثان هنا يسألك عن سبب أنه رغبت في أنك اهتميت باليابان إيش الشيء اللي خلاك تحب باليابان وخلاك مثلا حاب أن يتقدم على هذه تذكر أسبابك هنا يعني وأكتبوا اليابان بلد متقدمة وبلد متحضرة وأن الحابين نستفيد من التجربة اليابانية يعطوهم كلام حلو وبعدين نكتبوا بسبب أنه شفنا الفيديو يتواصلوا معنا ويوفروا ملح لإستقار القناة الله أعلم لكن هام شيء في الأساس تكتبوا من أجل أن اليابان بلد متقدم حافظنا نستفيد من تجربة اليابان نستفيد من خبرتها وإلى آخر طيب بعد ذلك السؤال اللي بعده إيش الأشياء تعتقل أنك ستضيفها لليابان وبلدك أيضا نفس الحكاية تعبر هنا ممكن تكتب يعني أنا حاب أنه استفيد من التجربة اليابانية وتعلم الثقافة اليابانية وأعرف اليابانين على بلدي وأعرف اليابانين على ثقافتي وأنقل التجارب الياباني الناجحة في إليل بلدي يعني تربط الموضوع مع بعضه وما يخفى عليكم يعني التعبير والكلمات الجميلة هنا يسألك على مستواك في اللغة اليابانية واللغة الإنجليزية يعني تكتب يعني هم ذاكرين هنا أم فين شفت لانجوج آآ لانجوج رايتن أوكي معلش تحتي هنا طلعت فوق تمام فإذا مستواك عالي ممكن تكتب ممتاز يعني تضع تصنيفك مثلا جابانيز ممكن مستواك ما عندك لغة يابانية خلاص تعطيهم زيرو 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 مستواك مثلا في اللغة الإنجليزية نفرض ممتاز خلاص تقول كله ثلاثة اللي هو على حاجة تمام ما عليك سامحونا الخط قاعد أكتب بالماوس بعد ذلك جابانيز لانجوج كواليفكيشن إذا درست وعندك الجي تكتب مستواك في اليابان إذا لا تكتركوا نفس الحكاية في اللغة الإنجليزية معطينا خيارات توفل وعرص وبعد ذلك شخص يتواصلوا معه لأغراض الطوارئ الإسم عنوانه العلاقة المهنة الإيميل وهنا الهاتف بعد ذلك تاريخ السفر لليابان هل سافرت لليابان سابقا تحط التفاصيل هنا متى سافرت لليابان سابقا بعد ذلك أنه موافق على يعني اتفاقي أنك موافق على شروط المنحة وكذا توقع هنا وبعد ذلك تكتب التاريخ واليوم والسنة هنا وتكون انتهيت من هذه الاستمارة استمارة الدراسات العليلة لا تختلف كثيرا ولكنها مناسبة لطلاب الدراسات العليا سأضع لكم رابطها أسفل الفيديو لا نطيل عليكم فيها أتمنى إن شاء الله تعالى أنكم استفدتم من هذا الفيديو وأتمنى إن شاء الله أن نجد الكثير جدا من أصدقاء القناة حاصلين على هذه المنحة ويكتبوا في التعليقات بعد شهرين ثلاثة باركولي فز بهذه المنحة أتمنى لكم يا رب التوفيق أتمنى الفيديو فاتكم ورمضان مبارك وصلى الله يتقبل منا ومنكم صالح العمال ويعيننا على صيام وقيام ما تبقى منه ويتقبل منا شكرا لكم على المشاهدة شكرا لكم في فيديو آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته